اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لوكيشن طبعا احنا عارفين ان الناس كتير بتسأل هو ايه البرنامج ده وعبارة عن ايه عشان كده احنا حبينا او انا حبيت اقولكم سريعا كده احنا بنعمل ايه انا رانيا الشامي موزيعة برنامج لوكيشن البرنامج يعتبر اول برنامج عقاري طرفيهي في الشرق الاصل بنتكلم عن كل ما هو جديد في عالم العقارات بكل تفاصيله من اول المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة كمان هنعمل لقاءات كتير جدا كمان مع كل المطورين وكل صحاب المشاريع وهنتكلم في مواضيع كتير جدا تهم رأي العام ومش بس كده كمان في كل حلقة هيكون عندنا فكرة مخصصة لمكان من الاماكن التاريخية اللي هنشوف فنها المعماري لحد النهاردة وتصميماتها واللي بنقلدها في العائلة وهنسافر كمان معيكو اماكن كتير هنروح حتت كتير قوي مختلفة وهنشوف مشاريع اول مرة تشوفوها وهنستعرض كل الصناعات المرتبطة بالعقارات زي مثلا الديكور والاساس اللي بقى مجالها دلوقتي مفتوح لناس كتير البرنامج عبارة عن 6 فقرات في كل حلقة هيكون عندنا 3 فقرات فقرتنا الاولى هتبقى اسمها الترند هنتكلم فيها عن كل ما هو ترند في عالم العقارات والصناعات المرتبطة به وهيكون معينا ضيف من المختصين علشان يجاوب على كل اسئلتنا اما بقى فقرتنا التانية اسمها .com دي هنتكلم فيها عن احد المواقع الخاصة بالعقارات وهيكون معينا ضيف من احد المسؤولين عن المواقع دي اما فقرتنا التالتة وهي عقدة الخواجة ودي اللي هنروح فيها للمباني التاريخية اللي موجودة في مصر وهنتكلم عن الفن المعماري اللي فيها واللي مقصود بعقدة الخواجة ان احنا عايزين نبين ليكم ان فيه ناس كتير قوي في العالم استخدمت نفس التصميمات بتاعتنا في حتة كتير في العالم فقرتنا الرابعة اسمها ايه الجديد هنتكلم عن مشاريع الشباب اللي ليها علاقة بالعقارات سواء مهنسين ديكور تشتباط او تصنيع العفش الفقرة الخامسة اسمها مشارع ودي هننزل فيها الشارع نسألكم عن رأيكم في مواضيع تخص العقارات وهنتكلم فيها عن مشاكلكم ومقترحاتكم وهيكون معاين اضيف كل اخر فقرة يرد على كل اسئلتكم اما الفقرة الستة هنزور مشروع من المشاريع اللي بيتم تنفذها على ارض الواقع ودي اللي من خلالها بنشوف كل المشاريع الجديدة اللي بتتعامل في البلد قبل ما نبدأ حلقتنا خليني اقولكم ان الاسبوع اللي جاي هنكون معاكم متخطية خاصة لمعرض EPIS اللي بتنظمه شركة 2H في مركز الكاهيرات الدولي للمؤتمرات من يوم 3 ل 6 ديسمبر بمشاركة اكتر من 25 شركة عقارية هنكون متواجدين معاكم وهناك وهنقل لكم تخطية خاصة ان شاء الله الحلقة الجاية خلينا نروح فاصل صغير ونرجع لك دين اهلا بيكم مرة تانية الترند خلال الاسبوعين اللي فايته في السوق العقاري كله بيتكلم عن ظاهرة الكاشباك الكاشباك المقصود بيها ان البروكر لما بيبيع شقة العميل بيتفق معايا على الكاشباك او جزء من العمول علشان يمضي العقد وده بيعمل خلال في عملية الاستثمار العقاري كلها وطبعا ده رفضته شركات التطوير العقاري واعتبرته انه بيأثر بالسلب على السوق وشفنا الايام اللي فاتت كمان بعض الشركات اعلنت رسميا وقف التعامل مع اي شركة او اي شركة تسويق بتتعامل بالنظام ده الحقيقة ان الكاشباك بيفتح موضوع مهم جدا وهو تقنين وضع شركات التسويق العقاري والحد دلوقتي ما شوفناش اي حد او اي كيان رسمي بيتكلم على الشركات دي غير الجامعية المصرية للتسويق العقاري اللي تم الاعلان عنها يناير اللي فات ومن ساعتها ما سمعناش عنها اي حاجة الخلاصة ان الفترة الجاية محتاجين تنظيم كويس جدا للسوق العقاري او سوق البروكر بشكل عام وده اللي هنشوفه طبعا مع ضفنا المهندس احمد رئيس مجلس ادارة شركة بريكزي لادارة المشروع مبرحب بيك جدا يا بش مهندس خلينا نستفيد منك بقى النهاردة ونتكلم معيك عن رأيك ايه في الكاشباك هو موضوع مهم جدا وحنا كنا منتناقش فيه النهاردة طيب هو سيما انت قلت في المقدمة الفكرة مش فكرة كاشباك هي فكرة قطاع لسه بيقوم او لسه بيتواجد في السوق القطاع العقاري في مصر بشكله الحالي هو قطاع نسبيا جديد طبيعي بدأ يظهر قطاعات مكملة ليه او قطاعات مكملة لقطاع التطوير العقاري قطاع التسويق العقاري قديما هو كان بيكتصر على شركات تسويق صغيرة او شركات سمسرة بتبيع لعدد مطورين قليل جدا موجود مع زيادة المطورين بدأت تزيد المنافسة وبدأت تزيد الحاجة للتسويق بدأت تظهر عدد كبير جدا من شركات التسويق فطبيعي اي كيان او اي قطاع بدون وجود اي جهات منظمة ليه او قطاع لسه بيانمو او قطاع لسه حديث في السوق بيبدأ يظهر فيه عيوب كتير او بيبدأ يظهر فيه ايرورز كتير نتيجة عدم وجود جهات تنظيمية او لوائح تنظيمية تخص القطاع ده منها زي بنسمع كل فترة عن مشاكل في شركات تسويق بنسمع كل فترة عن بيع الشركات تسويق بمعلومات خاطئة بنسمع بدأنا حاليا نسمع عن حاجة زي الكاشباك والمشاكل اللي بدأت تحصل فيه مع الشركات التسويق فكرة الكاشباك كوفر هي موجودة من زمان بس موجودة بشكل شيك او بشكل موجودة في كل القطاعات كمان سواء في البنوك في الكروت في الخصومات في حاجات الريتيل فكرة ان حد بيشتري حاجة وبيكون ليه جزء كقيمة فلوس يستعملها في حاجة بعد كده في شركات تسويق زمان كتير كانت تدي مثلا عميل لما كان يشتري حاجة تديله هدية معينة سواء مثلا رحلة كان بيدي الناس تعمل رحلات سفر لأوروبا أو كده كان بيبقى فيه اسلوب منافسة شيك مع ظهور شركات العاصمة او منافسة كبيرة اللي بقت موجودة في السوق بشكل عام والعاصمة بشكل خاص بدأت عمتا ترفع قيم الأتعاب بتاعت شركات التسويق نظير قيامهم بالتسويق أنا كشركة مطور لما بتدي لشركة التسويق قيمة عمولة بتبدأ تبع عليها شوية نتيجة وجود منافسة كبيرة في السوق ونتيجة انه عايزه يبدأ يصرف على مصاريف تسويق تانية او انشطة تانية تخص التسويق كون ان شركة التسويق تخالف فكرة التسويق او ان انا اخد مصاريف التسويق دي كلها وابدأ اديها في شكل خصومات للعميل ده بيأثر على شركة مطورة نفسها وبيأثر على شوية بشكل عام وبيأثر على قطاع التسويق العقاري نفسه بشكل خاص مع الوقت او مع زيادة الوقت هيبدأ يندسر قطاع التسويق العقاري هو بدون ما يدري هو بيدر قطاع بشكل كم وبدون ما يدري هو الفلوس اللي كان واخدها عشان يكبر شركته بيها او ينمي قطاع التسويق العقاري بيها بدأ يستغلها في اوبشن تاني يفضل بحجم الصغير تاني طب شايف الظاهرة دي اثرت على السوق العقاري دلوقتي ازاي؟ هي هتندسر يعني مع الوقت شركات التطوير العقاري بدأت تاخد بالها من الموضوع مع الوقت هي هتكون مش موجود لان هي في الاول وفي الاخر هي في ايد شركات التطوير العقاري نفسها شركة التطوير العقاري قلقين شركة في التانية في التالتة بدأوا ياخدوا بالهم من الموضوع ده لانه بينافسنانا انا كون ان شركة تسويق تقدر تدي خصم العميل انا كشركة تطوير مقدارشة دي نتيجة التزامي بالامانة مع شركة التسويق ده حاجة بتضر هنا كشركة تطوير قبل أي حاجة شايف ظاهرة الكاشبك فعلاً بتفيد في المبيعات؟ طبعاً بتفيد لا هي طبعاً بتفيد بس بتضر على مستوى يعني بتفيد في إن هي تقفل بيع يعني بحيط من شركة تسويق معها عميل معين العميل قدر يوصل معها التفاوض بشكل معين بتفيد بكده بس أنا في الآخر دي فلوس كانت طلعة لقطاع طلعة لتسويق طلعة تشغل ناس طلعة لشركات الدعاية طلعة لشركات الـ online marketing طلعة طالعة بشو طلعة لشركات التسويق العقاري نفسها فبشكل ما أنا كشركة تطوير عقاري ما أنا قادر أعمل خصم وأقدر أعمل خصم العميل بشكل مباشر وأقدر أتعب والتسويق قليل بس أنا اخترت إن أنا طلعة علي عشان أقوم شركات التسويق معي أو أقوم الكتاعدة معي فكرني إن شركة تسويق اخترت غير كده هي ما بتحترمش بنوضة الاتفاقة وما بتحترمش أصل الفكرة في رفع أتعب التسويق شايف إزاي نظبط السوق البروكر بشكل عام الفترة دي ممكن نعمل إيه عشان نحل المشاكل الموجودة لازم زي أي قطاع اقتصادي موجود عندنا لازم يكون فيه كيان سواء في شكل غرفة سواء تكون حاجة مستقلة من غرفة التطوير العقاري سواء تكون حاجة تابعة لتحدم أولين أو كيان لوحده لازم يكون فيه كيان موجود بشكل رسمي صوته مسموع أو التوصيات بتاعته بتدرس بعناية فكرة جمعيات أو مبادرات أو كده آه هي خطوة كويسة سمعنا عن الجمعية أول السنة بس احنا ما شوفناش حاجة على أرض الواقع خطوة قوية جدا بس عمر ما فيه أي اتحاد أو كيان هيكون مؤثر بدون ما يكون موجود بشكل رسمي لازم الجمعية أو الاتحاد لازم تكون غرفة لازم يكون فيه اتحاد لازم مع الوقت يبقى لها قوانين جواه قوانين غرفة أو لوائح جواه 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 لوائح الغرفة ممكن يتأسس حاجة صغيرة جدا جواه غرفة التطوير العقاري مع الوقت زي ما هيتعامل اتحاد مطورين أو بيتعامل اتحاد مطورين لازم يكون فيه شعبة فيه أو غرفة فيه تنظم عمل شركات التسويق العقاري لأن احنا مع الوقت هنحتاجها يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا شغالين على السوق المصري مع الوقت هيبقى فيه برا مصر يعني كمان أربع أو خمس سنين مع ظهور العالمين والجلالة والعاصمة شركات التسويق هتتجه لبرا مصر بشكل كبير الاتجاه لبرا مصر محتاج ضمانات مش اي حد يطلع في اي دولة تصدير العقار يلم فلوس أو ياخد فلوس عشان يحصل ده ده هيدر شكل الاستثمار بشكل عام فلازم يتأسسهم لأول قانون شايف ان احنا محتاجين ان احنا نقنن شركات التسويق العقاري؟ طبعا ما وفق كان زي ما بيتعامل اتحاد مقاولين وزي ما حاليا بيتعامل اتحاد مطورين لازم يتعامل اتحاد او غرفة لشركات التسويق العقاري تكون الشركات مسجلة فيها بشكل رسمي لان هي الشركات التسويق العقاري الصغيرة او كترها اوقات بيكون خطر اوقات او الشركات المش معروف مصدرها او مش معروف هوايتها فيه في الاخر انتقال فلوس ودايما بنسمع كل فترة عن مشكلة بتحصل في السوق العقاري نتيجة حد غير معلوم مين الاونرز مين الشركة مين مكانها فين مقرها فين بيحصل دايما اخطاء او حاجات كبيرة في التسويق محتاجين اي من المطورين علشان يقدروا يحلوا او يوازنوا السوق العقاري مع شركات التسويق؟ هي فكرة رفع اتعاب التسويق دي مش مشكلة لان في الاخر نتيجة المنافسة وبرا يعني احنا تقريبا بدأنا نوصل زينا زي برا مصر في الاتعاب اللي تخص شركات التسويق العقاري بس هي معمولة لتنشيط السوق معمولة انا في الاخر فكرة العصمة او فكرة العالمين او فكرة كل ده غير التوسع ان هي تشغل اكبر عدد من الناس شركة التسويق العقاري اللي ما بتشتغل بتشغل معها كمية كبيرة جدا من شركات التانية الخاصة بالدعاء والانتاج والاعلام شركات تسويق تلفزيون شركات تسويق اونلاين شركات طباعة اوتوبيسات انتقالات كل ده الشركات بدأت ترفع الاتعاب عشان تصرف على كل الحاجات دي وتنمي السوق بشكل اجبر فزي ما قال حركونك ان انت بتلغي كل ده وتنافس الشركة المطورة لا الشركة المطورة هتوقف التعامل معك رأيك ايه في الشركات المطورة اللي هي بتدي الفترة دي نسبة للبروكر كبيرة شوية عن الطبيعي التعسوق لا ده طبيعي في عز المنافسة ده طبيعي طبيعي جدا يعني انا بقول الحركة مش بيأثر على الشركة التانية لا 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 المعدلات يعني احنا المعدلات لو في دول اوروبية كتير او في الاسواء النامية بالشكل العام في القطاع العقاري لا ايه النسب دي اراد بيكون عليها احنا يمكن هي اللي كانت قليلة في مصر نتيجة الناس اتفاجئت بمصاريف التسويق قبل كده كان فيه بس عدد قليل من شركات التطوير فالناس بتروح لهم اوتوماتيك يعني شركة اكس منزلة مشروع الناس كانت بتبيع الاصال مع زيادة المنافسة محتاج مصاريف تسويق اعلى فهي هي حزبة بس مرتبطة بمنافسة في الاخر طيب بش مهانس احمد بما انك معينا النهاردة في لوكيشن خلينا برضو نستفاد من خبراتك وتقول لنا لو احنا النهاردة لو انا النهاردة عايز افتح شركة تسويق عقاري امشي ازاي علشان اكون صح في السوق العقاري عموم اختيار الشركات التطوير اللي هشتغل معها اختيار فريق اونست او فريق عنده امانة في توصيل المعلومات العقارية العقار في الاول وفي الاخر احنا بقيا بنتعامل مع فئة هو جزء كبير منها بيحط تعب عمره في العقار اللي بيشتريه فالموضوع برا انه هو مكسب فلوس هو فيه جزء امانة قدام نفسي وقدام ربنا وقدام العميل لنا ببيع له قبل اي حاجة لازم يبقى فكرة البروكر او هو مستشار عقاري اكتر منه اي حاجتين انت بتنقل فلوس شخص سيلة لحاجة مجمدة فلازم فعلا يبقى عندك الامانة في اختيار فريق العمل اللي يبني لك السومة دي السومة دي مع الوقت هي كافلة ان هي تنجح اي شركة تسويق عقاري انا النهاردة كارانيا عندي شركة تسويق عقاري وقعد معيك انت كعميل دلوقتي وبعرض عليك الكاشباك رأيك ايه؟ طبعا هوافق طبعا لا طبعا موافق طبعا هوافق هتاخد نص العمولة ولا؟ طبعا لا هو العرض طبعا قوي انا بقول لحركة هو لو جي من ناحية العميل محطش يقدر يرفضه طبعا ولو بروكر صغير بيعمل هو في الاخر انا عايز بيع التم وعايز اي رقم يكون موجود معايا بس الاساس هو عن شركة تسويق عقاري صح انا بالنسبة لي هوفر اصلا هو كاشباك هو فكرته كأنه خصم يعني انا فكرتي شركة تسويق العقاري دي هتاخد جنيه هتديني نص جنيه من الجنيه ده بس احنا مش موافقين عليها احنا مش موافقين طبعا كسوق احنا مش موافقين عليك كسوق بس انا لو العميل تعرض عليها العميل هيوفق طبعا بس هو المربط في الاخر عند شركة التطوير نفسها اصلا هي كأني روحت شركة التطوير وطلبت خصم يعني انا وشركة فيه شركات تطوير كتير جدا يامة بتبقى عاملة خصم بنسبة معينة او خصم عند شراء عدد معين من الوحدات او خصم فهي فكرة الخصم بس اخدت الخصم من خلال شركة التسويق العقاري اللي هو انا كمطور انا مش جايبك عشان تعمل لي خصومات خلينا نقول كمان ان العميل دلوقتي بقى زكي لدرجة ان هو بيلفع على السيلز وعلى كل واحد ويسمع منهم لحد ما يوصل للخصم الكبير ودي حاجة كويسة ودي حاجة كويسة بس مش دور شركة التسويق ان هي تديني العرض ممكن تجمل عروضها يعني لقينا الفترة اللي فاتت واحدة من اكبر شركات تسويق اللي كانت موجودة بتعمل عروض بس بشكل شيك بتعمل vouchers مثلا بقيمة كبيرة او بقيمة معينة للعملة لما بيشتري وحدات بإكس في طبيعي العروض في شركات بتعمل رحلات للعملة في شركات بتعمل خصم بعد كده لما يكون في حاجة تاني طبيعي ان اي شركة عايزة تنافس لازم تبتكر او لازم تجدد بس مش دورك انك تعملي خصم على العقار نفسه او على الوحدة نفسها وده اللي هيحصل من شركات التطوير العقاري كلها الفترة الجاية بلوك كامل لأي شركة تسويق عقاري بتتبع السيستم ده او بيزبط ان هي بتتبع السيستم ده اكيد بشمانس احمد انا بشكرك جدا على وجودك معين في لوكيشن والمعلومات اللي احنا استفدنا منها النهاردة وان شاء الله نقابلك تاني في حلقات جاية كتير شاء الله شرا فيك جدا شكرا لحب لك مشاهدينا هنخرج فاصل ونرجع لك تاني رجعنا لكم مرة تانية وايج جديد في عالم الديكور مع المهندس اسلام احمد رئيس مجلس ادارة شركة ايجيل اركيتكت انا برحب بي جدا معي في لوكيش خلينا قولي كده في البداية عن ايه الجديد في الديكور الفترة دي الفترة دي بقينا نقابل اكتر من اجزامبل مش هنقول في الديكور على قد ما هنقول في اللايف ستايل بقى كل الناس عايزة تعمل رينوفيش يعني يوشوالي كان بيجالنا الكلاينتس البيت توب احمر عايزين نعمل ديزاين عايزين نشطة بالبيت وزي ما احنا عارفين ده الطبيعي بعد ظهور الكورونا والناس قاعدة في البيت فترة اطول فالعين مش مرتاحة لا اعايزين نغير هي دي رينوفيش بالفعل عملنا كده في اكتر من بروجيكت اخر بروجيكت كان في ابطان كايرو مع بلاجر معروفة مش عايزة اقول اسمها عشان البرايفس يعني بس كان الرينوفيشن بالنسبة لها في اهم سبيس في البروجيكت زي ما حنشوف في السنروم السبيس ده يعتبر هما بيقضوا فيه اولمست اغلب اليوم وده يعتبر اهم سبيس بيستقبلوا في الديوف وهكذا فايه اللي تقلنا بال يعني انا باكوت كلامها انا مش عاجبني المكان انا عايزة اغير المكان وهكذا طيب ايه المتطلبات اللي احنا قابلناها جديدة زمان كنا بنعرف ان الناس عايزة تدخل الاسبيس تلاقيه واسع دلوقتي لا اغلب الناس او برضو كان في نفس الطيب ده يعني عايزين يلاقوا المكان كوزي في ناس ما بتحبش الوسع بتحب تطعط المكان البابل بتاعها يعني زي ما بنقول دلوقتي بقينا كمان نحب نجيب المساحات الصغيرة وده الجديد اكشل ده الكمان بس انا مش عايزة خرجنا في طبيك تاني اللي سنتكلم عليه اللي هو بقى فيه السمارت فرنتشر البيت ستوديو ستين متر انا عايش فيه مبسوط قوي اوبن كيتشن امريكا والبار بتحتيه بيتفتح الداينينج كل حاجة بقت في حتة واحدة ده السمارت فرنتشر ودي صائحة جديدة زي ما بنقول الموضة بقالها اكتر من خمس ست سنين او من عشر سنين تقريب فلو حنرجع تاني المين دلوقتي اللي بنقابله كتير الرينوفيشن طب خلينا نتكلم ايه الجديد اللي موجود في الديكورة عندك دلوقتي تيجي نشوف الصور يا يلا لو حنتكلم على كيس ستودي مثلا السون روم اللي في أبتاون دي الصور البيفور المكان open space اوكي متقسم لليفنج روم وداينينج حيبان بعد كده طيب المتطلبات كان او الريكوارمتز تاعته الكلائنج احنا عايزين المكان يبقى كوزي الليفنج روم والداينينج سامي كونكتد فمش عايزينها مفتوحة على بعض طيب ايه الحلول المعمارية او الحال الانتيرير اللي عملناه ادى سين تايم مش عايزين ننسى ان كان من ضمن ريكوارمت برضو انا بكوت انا عايزة حاجة statement عايزة حاجة ما تعملتش قبل كده عايزة فكرة مترقعة حيب فاحنا عندنا النيتز المكان يبقى كوزي وفكرة جديدة ما تعملتش صح فكرة الديفايدر طيب المكان هوم ده البيفور اوكي زي ما انا شايفين فيه ترابيزة داينينج هناك ودي القاعدة الـ L shape اللي هي living room اوكي طيب ايه الديفايدر اللي احنا هنعمله اللي هيخلي الspace يتقسم لـ two spaces اوكي اول حاجة الـ element بتاع البانوهات والـ white strips اه واللون الابيض الـ scale الابيض ده عشان المكان يبقى مور كوزي اه زي ما احنا شايفين يعني والاستخدام البسيط بتاع touch of accessories والview طبعا هو كده كده already existing زي ما احنا قلنا دي sunroom اه بعد كده ممكن نشوف الـ dividers اوكي ازاي نقسم المكان بـ dividers ما يبقوش يعني يبقى المكان semi connected زي ما احنا شايفين احنا نقدر نشوف ورائي وبفكرة statement حلو قوي فكده اصبح عندنا design بقى ناجح حققنا requirements اه وإلى حد ما بقى قال التكلفة ايه اكتر التصميمات العملية اللي الناس بتطلبها اكتر التصميمات العملية بصي هي السؤال نقدر نسيغه بشكل تاني دلوقتي احنا بقينا في زمن الانترنت احنا بقانا فيه كتير بس الناس كلها قبل ما بتروح لانتيرير ديزاينر بيبقوا متفرقين وعملين الهومورك بتاع الويب سايت اللي كلنا بنحبه ونجيب في الصور انا عجباني لدي انا شفت في المسلسل الفلاني التجليدة دي عجباني حلو بس احنا عندنا مشكلة ان احنا ما بنبقاش فاهمين قوي فبتعجبني حت الانتيرير ديزاينر اه مظبوط طب ليه ما بنروحش للانتيرير ديزاينر في الاول واحنا كده كده بنعمل حاجة اسمها مود بويت وبنفهم روح الكلينت عمل ازاي ودماغه ارتاحت لإيه وعينيه ارتاحت لإيه والكلام ده كل دلوقتي بيقولنا احنا معانا الصور عايزين ننفذها دي حاجة مش على طول بتبقى براكتكال ليه؟ لان انا مش بعرف اعمل ديزاين لحتة وماخد الديزاين انا فزه في حتة تانية كل سبيس وكل بروجيكت ليه الاسبكت بتاعته وليه ظروفه الخاصة وكل كلينت مختلف عن التاني فمفيش حاجة اسمها حاجة هيا دي الحاجة الوحدة اللي انا هعملها في كل الاماكن حلو طب انا يعني لو جبت شقة 60 متر خليها 70 متر عشان تبقى كبيرة 60 ستوديو اوكي ستوديو ومختلفة ممسوطة بيه وحاسة انها فيل كبيرة هتنصحني بايه؟ طبعا هتسألني مودرن ولا صح كده؟ احنا هنمسك اول جزء من السؤال انا عايزة حس ان المكان اكبر فانا كده هزود elements بترفلكت اكتر يعني ايه؟ يعني هزود المريات سودة مثلا elements فيها reflection هديكي الاحساس بتاعي ان المكان كبير بعد كده حتة مودرن او steel classic او contemporary دي حتيجي لما نعمل المود بورد ونشوف انت ارتاحتي لايه اكتر وانا هقولك trends بس مش هفرض عليك trends حالو طب انا ازاي اختار الفرنيتشر بتاعي؟ اكوردنج للدزاين يعني ازاي؟ المود لو انا هعمل دزاين للبيت ده مودرن ليه الفرنيتشر بتاعه؟ لو هعمله classic ليه الفرنيتشر بتاعه؟ لو هعمله contemporary معاصر ليه الفرنيتشر بتاعه؟ طيب لو عملنا معاصر نختار الفرنيتشر ازاي؟ يعني على حسب لو هنمسك مثلا space زي reception طيب احنا دلوقتي حاسقلك احنا عندنا الديوف بيجونا كل شهر؟ احنا لو هنتكلم على بيت كبير مش الستوديو فحطر اعمل لهم مثلا space بتاع الناقسم reception 2 spaces salon وقعدة ليكو وكلام ده كله ما بقى فيه ناس مبيناش تنعمل كده فبقينا نكتفي بالل شايب اوكي الل شايب هنقدر نعيش فيها ولما حد يجي لنا هنقدر برضو مستقرين عليها وما نزودش فرنيتشر يعني احنا ماشيين بمدرسة less is more عايز اقلك سؤال مهم جدا يا بشمانت ازاي اختار الاضاءة بتاعت البيت بتاعي او المكان اللي انا عايشة فيه؟ حلو قوي حتة الاضاءة احنا فيه يعني varieties كتير قوي انا اقدر اخلي البيت او ال space موده ورم قوي وتشل وصغير وكوزي بالاضاءة ونفس المكان بنفس كل حاجة بس اضاءة مختلفة اقدر نقلك لعالم تاني خالص والمكان كبر وبقى مليان دوشة فاحنا هنختار الاضاءة بيزدى على design بيزدى على المود اول حاجة واول سؤال انت احتياجك ايه؟ ايه بقى انا في الاخر ما احتاج لك ايه شرفني طبعا شايف الناس حابة الارضيات ازاي الفترة دي البركي ولا البرسلاند في بيتهم الفترة دي الفترة دي احنا ظهر عندنا varieties كتير قوي من الماتيريالز اللي بتدي نفس شكل البركي لان البركي غالي فطبعا لو الكلاينت البودت بتاعته بنقدر نقول المسترياحة شوية احنا بنريكماند البركي من اول مرة لو هنكلم في reception يعني انا مش بريكماند البرسلان مش عشان حاجة بس يعني مش مدرستي طيب ايه الماتيريالز احنا زورنا عندنا حاجة اسمها HPL دي بيبقى حاجة اعلى شوية من الHDF واقل شوية من البركي فبتدينا نفس ايه ان احنا كأننا عملنا باركي يعني فهم قصدي بس فاحنا بنريكماند الماتيريالز والفرايتز دي مش البرسلان يعني انا لو عندي نهاردة باجت صغيرة شوية وحبيت ان انا عمل حاجة يعني جميلة ومختلفة ومشية مع السوء دلوقتي هتقدر توفر لي ده؟ نقدر نعمل كده طبعا بتاخد باجت العميل انا بشتغل على باجت بظبط لان انا ممكن اشطب بيت بمليون جنيه ونفس البيت اقدر اشطب بربع مليون جنيه كل حاجة لها فرايتز طب يا باش مهندس ايه الافكار الجديدة في الدزاين؟ الافكار الجديدة ان مثلا احنا عندنا يجو لي معترف في ان السقف جيبسون بورد لا احنا دلوقتي بقينا نعمل السقف خشب او لو حنتكلم على البيدرومز ما بقناش نعمل دهر السرير الكبير قوي يا ضوبك على قد سندة المخد الشكل بتاع الارت وورك ما بيتعلقش على الحيطة برضو فكرة جديدة الدراسنج لو حنتكلم على الاسبيس ده كوزي شوية الدراسنج جنب السرير بالازاز الاسود عشان الرفلكشن فسامهاو ابقى كبرت الاسبيس طبعا لو حنتكلم على فكرة البندنت على كوماد والاباجورة على كوماد تاني برضو مش حضر ولا علاج دي ده قوي يعني مثلا لو حنتكلم على ديزاين تاني الريسابشن هنشوف ان السقف عند الامريكان كيتشن ده متجلت خشب حيلا فموظيفة ممكن نقول دي فكرة بنبقى نغير في السقف شوية بنلعب في السقف حلو قوي بشموانس اسلام انا بشكرك جدا على التصمومات الجميلة حتفرجنا عليها معيك النهاردة وان شاء الله يعني نفضل نتعلم منك كده على طول ونقل المشاهدين مرسي انا بشكرك جدا مشاهدينا هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا في اللوكيشن ودي في النهاردة احد المعاصرين للسوق العقاري خلال السنين الكتير اللي فاتت هيكلمنا عن تطوير سوق العقارات وقيد تشريعات الجديدة اللي بتتعامل دلوقتي معينا المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد القورة في التجارية اهلا بحضرتك كيفاش موانس اعلم اهلا بحضرتك اولا منوارنا في اللوكيشن وبنهنيك على عدوية مجلس النواب اهلا وسهلا ربنا يا خليك ومتشكر جدا ان شاء الله حلقة مسمرة ان شاء الله اكيد ما حركها تبقى مسمرة خلينا ونتكلم في البداية عن التطور اللي حصل في السوق العقاري وناخد من خبرة حضرتك في التلاتين سنة اللي فاته انتعرف طبعا من السوق العقاري في بدايته كان كل المطورين بيبنوا عمرات سكنية يعني كلنا كان النشاط اما كان بدأ بالمقاولات اما كان بيبنوا عمرات سكنية مستقلة في المهندسيين في مصر جديدة في مصر هكذا بدأت بيبنوا المطورين لغاية لما بقيت سحمة ولغاية لما ظهرت المدن الجديدة بشكل منظم في عجلون سنة 2000 تقريبا بدأ معظم المطورين يشوفوا ان ده المكان اللي فيه القدرة على الابداع قدرة على انك تخلق كيان مجتمعي جديد تلاقي فيه مستوى حي أفضل التطور ده يعني نشأ جيل من المطورين في العشرين سنة اللي فاته اشوف انه جيل قوي جدا وجيل يعني تمكن من احتراف هذه المهندة لان فرق كبير جدا بانك تبني عمارة سكنية ايا ما كان مستوى وحجمها فرق بانك تبني مدينة سكنية مدينة سكنية يعني مساحة أكبر يعني ممكن يكون في مدرسة في مستشفى في مول في نادي انشطة مختلفة اكيد التطور اللي حصل للمطورين ده يعني أسقل شخصياتهم وكمان ادى فرص لراغبي الشراء انهم يلاقوا منافسة ويلاقوا تنوع ويلاقوا مستويات متعددة يعني تطور منطقي وطبيعي وبشوف ان السوق المصر الحقيقي كان سوق يعني جايد جدا ان الدولة مكنت المطورين من التديهم أراضي بسهولة في الامتداد العمراني الطبيعي في شرق القاهرة في القاهرة الجديدة او في العصمة الإدارية او في غرب اكتوبر وزايد او تحلام في العالمين ومنصورة وخلافهم فبرضو المادة الخام لهذه الشراجات تطويرها الأرض الدولة الحقيقة كان عندها رؤية جيدة وقدمية سواء في المرافق او في طرح أراضي بمستويات جيدة على مدار العشرين سنة الفاتح بتساعد كمان وبتوجه المستثمرين ان هم يبدأوا بمشاريع جديدة ويتطوروا أكتر طبعا هي المطور العقلي الأكبر مش على مستوى مصر مستوى العالم هي المطور الجديدة هي اللي بتطور أكتر من 40 مدينة جديدة فبالفعل فيه فكر جيد وقدة القماشة والمادة الخاملة تخلي المطور يقدر يحط فكر جديد ويطلع فيها منتج الناس أقبلت عليه احنا شوفنا دلوقتي تخيالي لو المدن الجديدة دي ما كانتش موجودة سؤال سهل جدا رجعي كده 20 سنة سنة 2000 كانت معظم الناس بتفكر كتير قوي قبل ما تنقل لستة أكتوبر أو شيخ زايد أو القاهرة الجديدة تخليل لو مدن دي ما تنقلهاش هذا الكامل من الملايين كانت تحت بقى سرعة السيارات صفر احنا جايين في زحمة برضو ده النهاردة زحمة وبعد ما الناس اتنقلت المد ده خيالي بقى لو كان الناس دي ما تنقلتش كان يحصل إيه ده صحيح طيب شايف سوق العقاري ازاي باش مهندس وده سؤال متداول جدا الفترة دي بعد أزمة الكورونا يعني رؤيتك إيه للسوق دلوقتي سوق العقاري في مصر الحقيقة دايما بيثبت أنه سوق قوي وقوي جدا ليه؟ حاولك ثلاث نقاط تعبر عن حقيقته سوق العقاري برغم أزمة كورونا وبرغم ما تعرض له العالم وخلى فيه إبطاء حقيقي في القطاعات الاقتصادية وفي القطاع العقاري إلا أن مصر الحمد لله مرت بثلاث شهور فقط من شهر مارس إلى شهر يونيا ثم عادت الحركة تدريجيا والحقيقة كنت دايما لما أسأل أقول أن هذا الطلب طلب مؤجل وليس طلب ملغة بمعنى اللي راغب في وحدة أجل الشراء ولم يلغي الشراء فبالتالي التراكم بتاع الطلب ده يمكن نكون إحنا شفناه في صورة قوة تنفيذية حقيقية في الفترة من يوليا لغاية 11 كل الشركات الحمد لله شعرت بتحسن كبير جدا جدا بعد الشركات حقيقة الترجل بتاعها بالكامل 100% يعني عوضت 3 شهور وبعضها قارب من ذلك فده بيؤكد أن السوق العقاري زي ما أنا كنت شايفه هو طلب مؤجل ولاس طلب ملغة الحاجة التانية أن أيضا المصريين تجاربهم التاريخية كلها أن الاستثمار في العقار هو الاستثمار الأفضل يعني البنوك حاجة كويسة جدا بس في الآخر مش هتجيب النسبة المقاوية في اللونجراند في المدة الأطول بعد 5 سنين بعد 10 سنين احسب استثمارك في البنك احسب استثمارك في الدهب احسب استثمارك في البورس واحسب استثمارك في العقار دائما حيكون في المقدمة العقار دي تجربة طريقية حقيقية إحنا عملنا أكتر من نموذج على مشروعات محترمة والناس سكنت فيها لقينا أن في العشر سنين تقريباً خمس أضعف يعني البيت اللي كان ببليون بقى بخمسة مليون يعني في المتوسط العام خمسين في المائة في السنة على مدار عشر سنين شوكي تحسبيه في سنة واحدة ممكن سنة واحدة يبقى فيه عشر في المائة أو خمسة في المائة بس تحسبيه على مدار عشر سنين الأمر في العقارات مش فترات صغيرة فترات متوسطة فما فيش حاجة في الدنيا بتحقق 40.50% في المتوسط العام فالعقار دايماً بيثبت أنه هو الأربح للناس بس مش شايف يا بشمانس أن الأسعار زادت دلوقتي أو يفقت مؤثرة على ناس اللي عايز تشتري وتستسمر دلوقتي يمكن طبعاً الكلام ده صحيح لأسباب خارج عن إرادة المطور بعضها له علاقة بسعر الأرض اللي ارتفع بعضها له علاقة بالتعويم اللي خاله سعر الدولار مختلف وبالتالي قيمة قلت لجنيه ودي كلها حاجات خارجة عن قدرة المطور المطورة امتصها ويمكن المطورين لاجئوا لحلول إطالة أمد الأقصاط وصل لعشر سنين وتمان سنين وسمعنا أرقام أكتر من كده عشان يغطي السؤال بتاع حضرتك عشان يجد نقطة طلاقي بين المشتري الجد اللي عايز يشتري والباقة اللي الجد اللي عايز يبيع لكن ده مش قادر على القصة فبالطر أنه هو يطولهوله عشان يحقق الطلاقي ده وطبعا بالنتيجة أكيد هكون السعر التفع لأنه أصبح يعني فترة أطول وبالتالي فيه أعباء لكن ده كان حل كويس وإن كنت أنا أشوف أن هذا الحل يعني غطى سنتين أو سنتين ونص بين التلاقي بين المطور والمشتري ما يجبش أن يكون مستمر وأشوف أن الحل الحقيقي هو دور التمويل العقاري البنوك كمؤسسة مالية لازم تؤدي دورها الحقيقي في التمويل العقاري أن التمويل العقاري الحقيقي وصفه الحقيقي هو حلقة الربط بين المشتري والباقة الباقة عنده منتلك ومخلصه وعايز يبيعه والمشتري جد جدا في شراءه بس يقدر يدفعه على عدد السنوات اللي هي كانت زمان 4-5-6-0-8 فالبنك بيساعد بالتمويل العقاري بيدي للمطور بمجرد انتهاء الوحدة سعر القيمة الوحدة كاش ويقصط له على 10-20 سنة فبالتالي يبقى قيمة القيست كما كانت قيمة إيجارية يبقى تمقدور المشتري فيحسن رواج وده الحقيقة دور اللي لا يمكن المنظومة تكتمل ولا تصير بالقوة الدفع الطبعية بتاعتها واللي تستحقها مصر إلا بتفعيل دور التمويل العقاري صح حقيقي اللي أنا عندي كلام كتير فيه وأشوفه أنه مهم جدا وعلى رأس الأولويات طب ما توضح لنا باش موانسي يعني فيه ناس لحد النهاردة بتستثمر بس مش وصل لها فكرة التمويل العقاري التمويل العقاري جهة التمويل شركة التمويل العقاري أو البنك بيشوف قيمة الوحدة من خلال مقيم خارجي بافترض الوحدة مسموح لأي حد أي حد طالما مستندات الملكية سبت يعني طالما المطاول العقاري عنده الأرض يملو قرار وزاري مطلع رخصة باني إذن هو مستوى في كل الشروط فيه ملفين ملف خاص بمطاول العقاري وغالبا المطاول العقاري عنده قدارة قانونية في الشركة بتمكنه من يستوى في كل مستنداته المشكلة اللي بتقابل بتقابل المشتري المشتري اللي بتطلب منه بتطلب منه مجموعة من المستندات ليها علاقة بقدرته المالية ليها علاقة بداخل أسرته ليها علاقة بإثباتات معينة إثباتات شغله والوظيفة والإتمنى أنه هو هيبقى قادر على السادات الحقيقة إن المشكلة الحقيقة هنا هو إن الإجراءات دي بتاخد وقت طويل ومشتري الوحدة دايما يعني مستعجل لأ لما بيطلب منه على أجزاء يعني أنا بشوف إن الجزئية دي لازم بانك المركزي يصدر بها تعليمات بتوقيتات يعني رغب التمويل العقاري لازم يطلب منه مجموعة من المستندات واضحة ومحددة ومسبقا قبل ما ندخل على المشروع ده أنت تدير تقولي أنا مكتوب منك عشر نقاط ومجرد استكمال الملف مرة واحدة تسأليش على ورقة تاني جديد صح لإخدام اللي بيحصل فعليا هو أنه مثلا الجاية التمويل بتعمل استعلام فالاستعلام بينتج عنه أسئلة فبيتطلب على كاسة مرحلة فالموضوع بيطول جدا فلما بيطول المشتري الوحدة يا بيتردد يا بيتراجع يا بيخاف يا بيروح يشوف يعني يبقى أميال لأن الشركة هي اللي يتموله عدد سنين حتى لو أقل يعني هي المشاكل قائمة على الثلاث محاكات أولهم في رأي الشخصي المستندات والأوراق وسرعة تحقيقة أنا شايف أنه دي أهم عنصر لأن العنصر التالي هي أتحسن جدا جدا وهي قيمة الفايدة قيمة الفايدة كانت في وقت معين مرتفعة جدا كانت تصل للسبعتاش تطوير في المية وده مستعيل حد حياخد تمويل عقاري بهذا الرقم النهاردة كغرفة تطوير عقاري احنا بالتنصيق مع البنك المركزي مشكورا وصلنا لمبادرة فيها 8% أو 7.5% 7.5% متنقصة يعني تقارب 5% تلات ريت ترخب بسيط جدا ومغري جدا ومشجع جدا فبالتالي أصبح عنصر القيمة بتاعة الفايدة الإنترست ما بقاش مشكلة لكن المستندات والوراقات مشكلة والمشكلة الأخيرة هي ثقافة المصريين على التمويل للعقاري لا هي وصل لهم بس هو بيخافهم هم عندهم هستري أنا هتعامل مع البنك يعني دايما أسهل لي وأمان ليتعامل مع شركة التطوير صح أتطمن أنا بتعامل مع الشركة يعني مش هيدايقوني قوي يعني مش هيحصل مشكلة لكن البنك ده ممكن يعمل حاجات كتير فالثقافة بتعتمويل العقاري الحقيقة ما هيش يعني بالشكل الكافي واشوف أن الإعلام له دور مهم جدا أنه هو ينشر هذه الثقافة لأن لخلي بالك في مصر الإحصائية أن إجمال الوحدات المموالة عقارية من 3% بينما في أمريكا إجمال الوحدات المموالة عقارية من 98% شايف الفرق يعني 98% المموالة عقارية وإحنا هي 3% شايف هناخد وقت قدقي عشان توصل لنا الثقافة التمويل العقاري نبدأ نستعملها مع كل الشركات والمطورين لما المطور حلمه أمره دلوقتي التمويل العقاري طبعا المطور اللي هياخد إقصاته على 80 و 10 سنين هيبقى عنده فرصة صعبة في أنه يعمل مشروع تاني بعد ما يخلص هيبالس عنده وقت يعني لإيجاد أليات بنكية عشان يحاول الشركات المعادي لفلوس لكن لو حصل تبويه العقاري وخد فلوسه حيقدر يعمل مشروع عقاري وتاني وتالت وبالتالي سرعته في التطوير هتبقى أحسن كمان المشتري لو الثقافة وصل له بشكل كويس أنه مش المهم أنك تعرف إجمالي قيمة الفايدة كان في 20 سنة هو المهم أنت قادة تدفع الاسطة دلوقتي ولا لا ودائما خلي في حسابك أن القيمة بتاعت الواحدة بعد 20 سنة هتتضعف عشرات المرات وأن قيمة الجنيب تنخفض زي قيمة كل العملات في القوة الشرقية بتاعتها فبالتالي الاسطة اللي هتفعه كمان 20 سنة ده لا يمكن أن يقاس النهار يعني عشان تفهم كده كويس وتطمئنل كده خد دايما الماضي يعني إيه كمعير للمستقبل طب تعالي نشوف قيمة جنسة 2000 كانت كم وقيمة جنسة 2020 كان يبقى إذن 2040 لو افترضنا من نفس التطور حيحصل نفس الرقم نفس النسبة فبالتالي هتقدر تتطمن أن قيمة الإقصاد دي مش هتكون قيمة يعني كبيرة عليك وأن انت مع الوقت هتعيس أنها بسيطة وكل سنة بتعدي كل ما بتكون أسهل فالتمويل العقاري يشوفه هو المفتاح الحقيقي لاستقرار هذا السوق في الفترة القادمة أكيد طب خانيا أسألك يا بش مهندس إيه أو إيه أبرز يعني الملفات اللي انتو بتدرسوها دلوقتي في غرفة التطوير العقاري الحقيقة في كذا ملف يعني إحدى الملفات المهمة جدا واللي أنا شخصيا بتشغلني حالة السلاب الاجتماعي اللي يجب أن تكون موجودة في هذا القطاع بمعنى إن دايما بيحصل خلافات وابتصل إلى المحاكم ما بين إيه المطورين لا ما بين بعد ما الشروع ما بيخلص ويتسلم ما بين شركات الإدارة اللي بتعمل سيانة للمشروعات بدأ من أول عمارة السكنية يعني هادك تفتكري وكلنا شفنا وشاهدنا العمارة السكنية اللي عليها ورقة على باب الأسانسير بتقول فلان وفلان وفلان دول ما دفعوش لرسوم السيانة مش هستخدمه الأسانسير صحي ده موجودة من 20 سنة نموذجا أكبر بقى في مشروعات المدن الجديدة اللي ما بدفعش السيانة وبالتالي القدرة على إدارة ملفات الأمن والزراعة والنظافة ومحافظة على مستوى المشروع بتنخفط الفكرة تي الحقيقة أنا شايف أنه لابد أن يشارع لها قانون يعني مش ممكن إحنا هنخترع العجلة تم فيها باش مهندس ناس مثلا بتكلمني تقولي إحنا بندفع السيانة بس المشروع مش بيعمل السيانة يعني برضو أكيد فيه حتان أنا اللي أنا عايزه هو هذا التوازن صح أنا الحقيقة عندي مخترع سهل جدا وأتمنى أن احنا نقدر يعني نرفزه إن شاء الله في فترة قادمة أولا أنه لابد أن يكون هناك شركات متخصصة في السيانة هذا الدور ليس دور مشتري الوحدة وليس دور المطور لازم يكون فيه شركة تالتة طرف تالت هي المسؤولة بأعمال السيانة صح أولا هتفتح باب رزق كبير جدا لأنك هيبع عندك شركات لها سجيلة أجاري وبطاقة طريبية وحتعين عمالة كميات كبيرة لأن ببساطة كده اتخالي أن كل مشروع بيحتاج مثلا في المتوسط 50 فرد أمن صباحي ومسائي عدد زيه من الزراعة عدد زيه من مضافة عدد زيه من المكافحة كل مشروع بيحتاج 200 و300 واحد لخدمة هذا المشروع لما يبقى ده في صورة مقننة في شورة شركات رسمية يبقى إحنا أولا فتحنا باب رزق جديد ثانيا قدرنا نعرف الناس اللي بتشغل في هذه الشركات ويبقى ليهم ملف تأميني وبالتالي يظهر لك رقم البطالة الحقيقي لأن أنا بقول أن مصر بطالتها أقل من البطالة المعلنة يعني إذا كانت البطالة المعلنة نهار 9% أنا تقدير أنها نصها هذا الرقم ليه؟ لأن فيه ناس كثر بيشتغلوا في مجالات مش مثبتين فهو ظاهر للحكومة أنه بيشتغل شي بس هو الحقيقة بيشتغل فرد أمن أو جنيني أو في العمالة أو في النظافة أو في التشهيلات لو اتعمدت هذه الشركات هيظهر لي كموظف بياخد مرتب وبتأمن عليه وبالتالي هو نفسه مستقبليا يبقى مؤمن عليه ومطمن والحكومة تشوف رقم البطالة بالشكل الصحيح وتوجه الدعم في الحتة الصح حاجة تانية مهمة جدا هو أن فكرة التلامس بين المطور وبين المشتري الوحدة دي فكرة من الصحيحة لازم يحصل فصل من خلال طرف تالت حيادي له مراقب حسابات مستقل بيراجع هذه الحسابات بدقة ويخرج تقارير هو يتحمل مسؤوليتها فبالتالي يبقى الفصل ده ده اللي حصل في العالم كله هيخلي دايما في حالة هذا السلام الاجتماعي لكن فكرة أن أنا دايما في حالة شد وجذب إما اللي بيدير المشروع ما بيعملش الصيانة صحة سيما ساعتك قلت أو ما بيعملش اللي واجب عليه بشكل مناسب أو الآخرين اللي هم مشتري الوحدات ما بيدفعوش الصيانة أو فروق الصيانة فيحصل الانهيار للمشروع ويبقى دايما فيه نزاعات ده أمر أنا بشوفه أنه كقطاع عقاري لازم نطلع من النقطة دي ومش موجود برة يعني احنا مش هنعمل حاجة جديدة يعني مفيش برة فكرة أن فيه خناقة بين ساكن في عمارة وبين صاحب العمارة عشان السلام مش موجود كلام ده مش موجود خالص كلام ده منظمه قانون والقانون بيفعل على الطرفين بنفس الدرجة وبنفس المساواة وفي وقت قليل كلام ده عشان إن شاء الله نعرضه على مجلس نواب يعني جهة التشريع يعني هي اللي تقوم بدرسه بإذن الله مع وزارة الإسكان إن شاء الله ده ده موضوع موضوع تاني برضو مهم جدا هو الحقيقة إزاي القطاع العقاري إلى أن ينشأ اتحاد المطورين في ظل أن أنا يعني شرفت بأن أنا برقص الغرفة والشعبة فبالتالي بمثل هذا القطاع بشكل رسمي إزاي أن احنا نحافظ على المسلس بشكل جيد المسلس ده هو المشتري الوحدة والمطور والدولة إزاي يحصل توازن بين الأطراف التلاتة بحيث كل طرف يأخذ حقه بالضبط ما تعداش حق حد تاني إزاي أن المطور يعني تبقى علاقته مع الدولة في استلامه للأرض في إقصاطه في إدخال المرافق في التاريخ المناسب دون تأخير في العلاقة اللي بينه بين الحكومة قائمة على التوازن والاعتدال وأيضا في العلاقة التعاقدية بينه وبين المشتري الوحدة يبقى هو حافظ حقه وحق العميل لا بد أن يكون محافظ عليه ومصام بشكل كبير جدا أن في آخر العميل ده هو المحرك للعجلة فمهم جدا أن يحصل هذا التوازن دون تعدي من طرف على طرف فإحنا بندرس إزاي نعمل يعني شكل من أشكال التوازن في هذا المسلس بين الأطراف التلاتة اللعبية هذه الصناعة هل هنشوف تطور في الفترة الجاية في الكطاع العقاري يعني بسبب الإجراءات اللي أنتو بتنقشوها دلوقتي عندي تفاقل في أن إحنا المطورين زي ما قلت سعدك بداية الحلقة أنهما عندهم مساحة كبيرة جدا من النضج بسبب العشرين سنة السابقة وعندي تفاقل أن السوق بيتحمل كثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة القادمة فمحتاج بعض التنظيم هنعمل جهد كبير جدا سواء في مجلسي الغرفة أو الشعبة أن إحنا نقدر ننقي هذه الأجواء وأنا هقول لحضرتك جملة واتعلق عليها إيه رأيك نقل تبعية السحل الشمالي الغربي لهائية المجتمعات العمرانية ده مش جملة ده كان مطلب ده كان مطلب للمطورين ويعني تصرف محمود وعاقل ومتزن ومفيد بالكلية لكل الناس لا يعقل أن يكون في مكان واحد السحل الشمالي ثلاث جهات ولاية بثلاث اشتاطات مختلفة بتلاث عقليات مختلفة في نفس المكان هيئة المجتمعات في جزء هيئة المجتمعات في جزء محافظة ما تروح في جزء النهار ده هذا التوحيد بيصب في صالح هذا التطوير اللي أنا متوقع إنها هيشخد نقل نوعية كبيرة جدا أولا لنهاية المجتمعات هي الهيئة الأكتر حرفية في إدارة ملف التطوير وليا عندها خبرات متراكمة على مدار السنوات الطويلة الكبيرة اللي قد اتنامي بها كل هذا المدن سانيا هي الحقيقة الأحب إلى المطورين يعني لو أنت سألت أي مطور تحب تتعامل مع المحافظة ولا مع هيئة المجتمعات هيعمل لهاية المجتمعات يمكن زي ما قلت لك عشان الحرفية يمكن عشان القدرة على التعامل مع المطور وفهم احتياجاته فكونها هي أصبحت هي الأبر هند على هذه المنطقة أنا بشوف أنه هنشوف تخطيط جايد جدا حاضرنا كويس وزير اسكان دكتور عاصم كان رئيسة هيئة العمرانية وأستاذ تخطيط فبالتالي هنتوقع أنا هشوف تخطيط حديث ومميز هشوف آليات وقواعد تخصيص سهلة ومرنة وثابتة كل الشركات تلاقي مصدرها ووحدة تيس عليها وطبعا هي جملة صحيحة ومشكور للي تأخذ القرار طبعا تصدير العقار حال ما هياخد وقت طويل ليس بالسهل لأن تصدير العقار قايم على مجموعة من المعطيات في بعض المشكلات في مصر فيها زي التسجيل العقاري زي التسويق على المستوى الدولي نحن ليس بالحرفية والخبرة الغيات النهاردة الكافية الوضع مصر بما تستحق أن تكون عليه بشوف كمان أن التصدير العقار اللي حصل في الدول المشابهة وهو أرقام كبيرة جدا نفسنا ناخد حتى خمسة في المية منها كان دايما مشتري العقار عنده يعني حاجة في الخلفية بتاعته بتقدير ياخد القرار غير العقار زي مثلا الباسبور الأوروبي فالناس بتاخد الوحدة عشان كمان تحمل الباسبور الأوروبي فيتمكن من دخول أوروبا أو غيرها بدون فيز مصر طبعا بسعرها المنقفط وبجوها المعتادل ديستنيشن ومقصد كبير جدا لكن مشوار مش سهل حياخد حياخد جهد جهد كبير ويعني لابد أن يبدأ بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل وبوجود جهة متخصصة في تسويق مصر عقاريا على الخريطة الدولية دور جهاز حماية المستهلك دور مهم جدا لكن علاقته بالقطاع العقاري لابد أن تقنن حماية المستهلك في حد ذاته أمر مهم ولكن حماية المستهلك لابد أن تكون مربوطة بجزء فني وأنا طلبت في خطاب رسمي لمعالي وزير الإسكان أن ينظم هذا الأمر من خلال غرفة التطوير والشعبة مع وزارة الإسكان كفلتر فني بمعنى إن فكرة تحفيز الناس على الشكوى فكرة يعني تحتاج مراجعة والشكوى في حد ذاتها لما بتكون في محلها مهم جدا أن تفحص ولكن تحتاج إلى فحص فني بمعنى نجاز حماية المستهلك بيتعامل أصلا مع الأشياء الاستهلاكية التلاجة والغسالة وبتجاز والعربية فيحتاج مهندسين وفنيين عشان يقدروا يقولوله ويعرفوله المشكلة الفنية محل الخلاف دي نصابها إيه وحلها إيه ما ينفعش يقوم به إداريين ولا قانونيين فقط لازم يكون فيها جزء فني وفي نقطة مهمة جدا أن حماية المستهلك لابد أن تنظر في أثناء منقشتها للمشكلات اللي مطروحة عليها على ما هو أهم وأكبر مناخ مصر الاستثماري وصمعته يعني أبدا مش من اللائق لا نحن نصدر فكرة أن هناك مشكلات كبيرة لأن الحقيقة القطاع ده مشكلاته محدودة مش كبيرة فمش من اللائق خالص أن احنا نصور أن هناك مشكلاتهم ضخمة لأن في الآخر في مستثمرين عرب وأجانب بينظروا إلى هذا القطاع على أنه هو ده الوجهة اللي ممكن يفكروا يستثمروا فيها فما ينفعش أن أنت يعني تتعامل مع هذا الملف إلا بحساسية لأن هذا الملف هو في الأصل جزء كبير جدا من الاقتصاد المصري أكتر من 18% من نتقوم المحلي في 2020 وأتوقع أنه هزيد وأتوقع أنه هكون قبلة للمستثمرين في الأعوام القادمة فلابد أن نتعامل بحساسية معا آخر جملة يا بش مهندس تخفيض سعر الفائدة تصرف عاقل ورشيد من محافظة بنك المركزي لتحريك السوق السوق يحتاج إلى محركات ويحتاج إلى قراءة عميقة لي بشكل مستمر فترة الأخيرة الفائدة كانت مرتفعة اتخذ إجراءات تخفيض متواصلة آخرها النص في المئة اللي من الأسبوعين كل تخفيض بينتج عنه مزيد من الإقبال على العمل في هذا القطاع لأن المستثمر والمطور بيجد سهولة في أنه ياخد قرد من البنك طبعا ما الفائدة منطقية كل ما الفائدة بتنخفض سواء المطور العقاري أو حتى المصنع هيجرؤ على أنه ياخد قرد ويقدر ينمي أعماله ويتوسع فيها ويكمبر فيها ودي حاجة في مصلحة الاقتصاد المصري مش مهندس طرق يعني حركنا ورطنا وأنا بشكرك جدا على المعلومات المفيدة اللي احنا يعني خدناها منك النهاردة ونقلناها كمان للمشاهدين خلال حلقتنا شكرا جزيلا بشكرا جدا مشاهدين وبكده حلقتنا خلصت انتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع الجاي مع لوكيشن اشتركوا في القناة